اشتركوا في القناة ويجرائها 7 و 8 فبراير القادم وللإعادة يومي 14 و 15 فبراير أول ما أحب أن أنقله إليكم أن هذه الانتخابات سوف تجرى بمشيئة الله في موعدها وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوتكم من أنها أجلت أو ستؤجل أو أن هناك موانع من إجراءاتها إلى آخر هذا الكلام المطروح بصوت عالي من البعض بغرض المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب بينما إجراء هذه الانتخابات والمصلحة العامة الواجب تحقيقها والالتفات إليها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها وبالتالي لحقوق المحامين والمحامات هذا هو الأمر الأول في هذه الجزئية الأمر الثاني يتعلق بالإشراف القضاء نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف على الانتخابات ولعل السبب في هذا الاعتذار ما جرى في مارس الماضي من البعض في الانتخابات العامة التي عقدت للنقابة العامة وما صدر عن البعض من التجاوزات أضمت اللجنة القائمة بعمليها هنا في النقابة العامة حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة لعل هذا من أسباب اعتذار النيابة الإدارية عن الإشراف على الانتخابات القادمة ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من هذه المهمة وهي مهمة السعي الدقوب لتحقيق الإشراف القضائي نعم أنا طرحت بأمس في بوست أني نزلته سواء على المواقع العامة أو على موقع النقابة العامة هو أنني أدعو إلى النظر في تشكيل هيئة للمحامين هيئة المحامين القضائي يعني أن يكون لنا كمحامين هيئة قضائي مننا فينا وتكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن إجراء انتخاباتنا بل مش كده وبس وتكون مسؤولة أيضا عما قد يعهد إليها به من انتخابات أندية أو نقابات أخرى أو إلى آخره لأننا نحن نقابة قانون ونحن شركاء في تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منها ولكن هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد لإجرائها فبراير القدر وإنما هي فكرة أطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها قد يتوفر لنا ما أملته أن يكون هناك أطراف حيادية ليست منحازة لنحياز إلى اليمين أو إلى اليسار ولها رغبة في دعم المحامة ليتشكل منها هذه الهيئة إذا أخفقنا يبقى هذا الإخفاق هو واقع حال علينا أن نقر به وأستطيع أن أبدي من الآن أنني قد تلقيت بأمس عروض من زملاء كبار لهم مكانة ولهم كل التقدير ولهم الحيادية التي نبغيها جميعا بيعرضوا فيها أن يكونوا تحت أمر النقابة العامة والنقابات الفرعية في تشكيل هذه الهيئة وبعضهم ذكر أن انتخابات نقابة المحامين قبل القانون سنة تلاتة وتسعين كانت تجرى بإشراف المحامين والمحامون قادرون على القيام بهذه الأعباء أو بهذا العبد ولكن أكرر أن هذا السعي وهذا التفكير ليس لانتخابات المزمع إجراءها إن شاء الله في فبراير القادم أما الإشراف القضائي في الانتخابات القادمة فقد اعتذر مجلس الدولة أيضا ولأسباب أنا أعتقد أنها وجيها أبداها المجلس الخاص لمجلس الدولة أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم في الانتخابات وفي إجراءاتها وفي نتائجها إلى آخر وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن وأنا شخصيا يعني مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار بقي أنني قد أقريت اتصالا بالسيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وأستطيع بلا أن أستبق الأحداث أن أطمن الجميع إلى أنني قد تلقيت في هذا الرد ما يثلق صدري أولا كمحام وكنقيب محامين عما يكنه وتكنه هيئة قضايا الدولة دعوكم من مكانتي شخصيا بل ومن مكانه للمحامين ولنقابتهم واستعداد واضح للبزل في الإشراف على هذه الانتخابات والتي لم يداري سيادته اقتناعه بوجوب قيام الهيئة بهذا الإشراف وأنه سوف يعرض الأمر على المجلس العام للهيئة يوم الاثنين بعد باتر آملا وآمل معه في موافقة المجلس على إشراف هيئة قضايا الدولة على هذه الانتخابات لا أريد أن أستبق الأحداث ولكن أريد أن أرسل إليكم رسالة طمأنينة ليست أضغاف أحلام بأنني أتوقع قيام هيئة قضايا الدولة بالإشراف بمشيئة الله على الانتخابات المحدد لإجرائها يومي سبعة وتمانية فبراير القادم وللإعادة يومي أربعتاشر وخمستاشر فبراير بقي أن أتحدث إليكم عن أصواتكم لعلكم قد لاحظتم أنني قد نأيت بنفسي عن أن أكون طرفا في لجنة الإشراف على الانتخابات ولعلكم ولعلكم قد لحظتم أنني بعيد عن تأييد هذا أو ذاك من المرشحين حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين العام من حيادية بالنسبة لجميع الأطراف حتى تجرى الانتخابات في بحبوحة وارتياحية كاملة ليعبر كل محام ومحامية عن رأيه الخاص في من يعطيه أو يعطيها أو تعطيها صوته أو صوتها لقد تحدست من ثلاثة أيام إلى الدفعة الجديدة التي حلفت اليمين أمامي عن مبدأ استقلالية المحامي والمحامية وأن هذا المبدأ منصوص عليه في يمين القسم الذي يقسمه المحامي والمحامية كيما يكون محاميا معدودا في صفوف المحامين وهو مبدأ الاستقلال الاستقلال ليس كلمة تقال وإنما هو مبدأ حقيقي يتحلى وتتحلى به المحامي والمحاما ما معنى الاستقلال أن المحامي ليس خاضعا لأي سلطة أيا كانت حتى ولا سلطة النقابة فيما يتعلق بأدائه للمحاماة وأدائه لحقوقه في إطار المحاماة لا يأتمر بأمر أحد ولا يأتمر بأمر قاد ولا يأتمر بأمر نيابة ولا يأتمر بأمر سلطة بل ولا يأتمر بأمر موكله ليه؟ لأنه مفترض أن استعانة الموكل بالمحامي هي من واقع إقرار بأن الموكل وهو الطرف الأصيل سواء في قضية مدنية أو إدارية أو جنائية لا يعلم ما ينبغي أن يعلمه من قواعد القانون وثغراته وطريقة التعامل معه وطريقة التحليل إلى آخر موجبات مشروعية المحاماة ومشروعية عامل المحامي في رسالة هي من أقرم الرسالات لأنها أشبه برسالة الأنبياء والرسل بغير هذا الاستقلال لا يتحقق للمحاماة وللمحامي المشروعية الواجبة للقيام بأعباء هذه الرسالة علشان كده لا يستطيع القاضي أن يستجوب المتهم إلا بموافقة محاميه والمحامي وما يراه باستقلال تام في إجازة هذا الاستقواب من عدم ولا يستطيع الموكل الأصيل أن يرزم المحامي بخطة دفاع معينة المحامي صاحب السلطة والاستقلال التام في اختيار أسلوب وخطة ووسيلة الدفاع قد ينكر المتهم التهمة وهيرى الدفاع أن وسيلة الدفاع الأجدى هي طلب الرأفة ويكتهد في بيان مبررات الرأفة أو قيام عمل أو سبب من أسباب الإباحة سواء كان دفاع شرعي أو كان حالة ضرورة إلى أخذ من الأسباب المعروفة في القانون هذه الاستقلالية التي أرجو أن تكون حاضرة في ذهن ووجدان وقلب كل محامية وكل محام منكم في إعطاء صوته لا يعطي صوته لأن فلانا أو فلان يريد منه أن يعطي صوته لأحد ولا يعطي صوته تبعا للرجوات أو المحبات أو القبليات أو الانحيازيات أو الطائفيات ولا يرفض إعطاء صوته للكراهات أو لغير ذلك من مضادات هذه الاعتبارات وإنما عليه أن يعطي صوته وأن تعطي صوتها لمن ترى ويرى أنه هو الجدير بتمثيل النقابة الفرعية في مجلسها ليه؟ لأنك ولأنك كل منكم مستقل بما يراه وموجبات هذه الاستقلالية أن يعبر وتعبر عنها في التصويت وعلينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا وأن إذا أحسننا الاختيار في تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة في صدق وإخلاص واستقامة وسواء وحفاظ على أموالنا العامة التي في رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة اختياراتنا مردودة إلينا وإذا كنا نعاني اليوم سواء على المستوى العام أو على المستوى الفرعيات من بعض المثالب التي تضنينا فلعل ذلك راجع أيضاً إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة أو مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال آمل أن نكون على مستوى هذا الموقف ولا نستمع إلى الراغبين في عرقلة هذه الانتخابات ولا إلى ما يلقونه من إشاعات وحسبية أن أقول للمتذرعين باطلاً وكذباً بالكورونا بأن هذه الكورونا لم تمنع انتخابات مجلس الشيوخ ولم تمنع انتخابات مجلس النواب ولم تمنع المحاكم من الانعقاد حتى اليوم المحاكم تنعقد حتى اليوم وتنظر القضايا في سراي المحاكم ولم تمنع إقامة منديال كرة اليد الذي صرح السيد رئيس الجمهورية في الكلمات التي ألقاها في الافتتاح تصريحاً نشر على الواسع بمنشتات في كل الصحف والمواقع أن هذه رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على التعامل مع الكورونا وتوفير كافة الأنشطة اللازمة للحياة لقد سبق لهؤلاء الذين يريدون مصادرة الانتخابات لغرض في نفس يعقوب ويعقبته سبق لهم أن طرحوا فيها دعاوة في مجلس الدولة وأصدرت محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا خمستاشر حكم برفض الطلبات المستعجلة بإيقاف الانتخابات والتي وفرنا لها كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها وسوف نوالي هذا الإعلان حتى يتم إجراء الانتخابات بكل أمانة وبكل صدق وبكل دعاية للاعتبارات الاحترازية في موعدها المقدور الأمر الثاني الذي أردت أن أتحدث فيه إليكم هو القرار الذي أصدرته بأول أمس بشأن خطابات العلاج أرجو أن أقدم لهذا البيان بأنني بدأت المحامة من الصفر من كل النواحي منذ 19 أغسطس عام 1959 وأنه قد مضى علي اثنان وثلاثة وستون عاماً الآن في رحاب المحامة التي أكرر أنني قد بدأتها من الصفر وصعدت الهرم خطوة خطوة ودرجة درجة وعانيته من أول السطر منذ الصفر ولازلت أعاني حتى الآن أنني على مدار هذه السنوات الثلاثة والستين لم أطلب من النقابة قرشاً ولا مليماً واحداً للعلاج علماً بأنني ممتحاً بعدد كبير جداً من العمليات الجراحية التي أجريتها وأنا محامن أجريت عملية فتاق إرابي أولى وفتاق إرابي ثانية وأجريت عملية قلب لا أقول إنها قلب مفتوح كما يعني يحسن للبعض أو يعني يحل لهم أن يستخدموا لا عملية بنسميها البايباس أجريتها في الولايات المتحدة الأمريكية في هيوستن بالولايات المتحدة في شهر يوليو عام 1991 لم أتقاض عنها مليماً واحداً من نقابة المحامين وأجريت حتى الآن عشرة قصاطر وركبت ستة عشر دعامة في قلبي ولم أتقاض مليماً واحداً من نقابة المحامين طالما أنني قادر على أن أفي بهذه الالتزامات ليس معنى هذا أنني أريد حرمان المحامية أو المحامين من اللجوء إلى نقابتهم طالما أنه يرى أو ترى أنه في حاجة إلى دعم النقابة له في العلاج أنا مع حق كل محامية وكل محام في أن يضع رأسه وتضع رأسها على كتف النقابة لمساعدته ومساعدتها في مسألة العلاج هذه مسألة لا خلاف عليها وأنا أقرر بها وأقرر بها من قمة رأسي إلى أخمص خدمي ولكني أمين على أموالكم هناك يجب أن تعلموا ما فيا تحت سطار العلاج تستأثر بالمال وتعطيه لمن لا يستحق حرمانا لمن يستحق هذا هو الذي أعمل فيه صلاحياتي لا للمصادرة على أصحاب الاستحقاق في تلقي العلاج وعونهم في هذا التلقي وإنما لحماية أموالكم من هذه المافيا التي تستولي على أموالكم وتحرم منها المستحقين الوقع التي قرعت قرعت لديها الأجراس يوم عشرين أو تسعتاشر يناير الماضي أنني صادفت صادفني أوراق محالة إلي من الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق للنقابة العامة مؤشر على خطاب العلاج منه عرض على معالي النقيب يعرض على معالي النقيب هذا الخطاب كان موجها من موظف إلى مستشفى يكلف النقابة العامة ثلاثين ألف جنيه لصالح محام معين بحثت في الأوراق فاستبعان الآتي أن الأستاذ المحامي تقدم بطلب في أواخر ديسمبر مدعوما بخطاب أو تقرير من مستشفى يقرر فيه أنه في حاجة إلى قصطرة استكشافية ومعنى استكشافية أنها سوف تبحث هل هناك حاجة أم لا حاجة إلى تقرير دعامات أو خلافه يعني قصطرة قصطرة الاستكشافية ألا مجال لأي تدخل بتاتا لا بالدعامات ولا بالعملية الجراحية قصطرة هذا وقد ترى أن الأمر يحتاج إلى دعام أو اثنتين أو ثلاثة وقد ترى أن الأمر يحتاج إلى عملية نسميها البيباس اللي هي الكباري اللي هي ما هيش قلب مفتوح أو قد يحتاج إلى قلب مفتوح القلب الفرق بدل اتنين أشرحوا لحضراتكم لأن أنا عملت العملية الجراحية اللي بيسموها البيباس البيباس لا يفتح القلب آه بيطلع القلب لأنه الأزمة في الشرايين التاجية المحيطة بالقلب بيجي عنده شرياء من هذه الشرايين يحدث سدة جزئية أو كلية بنسبة 40% 45% 46% 50% 90% حصل معاكل بيلاقوا في الشرايين التاجية المحيطة بالقلب في بعض سدات كلية أو جزئية يقتصر عمل الجراح الذي يدخل لا يفتح القلب وإنما هو ينظر إلى هذه الشرايين اللي فيها عثرات في السكن بياخد الشريان اللي في الصدر وإذا يحتاج ياخد من الوريد الذي في أحد أو إحدى الساقين بيقطع منه عشان ييجي قد الشريان ده فيه سدة في الحتة دي بيعمل كبري يأخد الوصلة يحطها قبل السدة ويوصلها بعد السدة عشان الدم يجري في الشريان أنا ركبولي أربعة الأربعة في هويستن في الولايات المتحدة وأنا مرجعتش قلت ده قلب مفتوه نسمعها بنسميها كده باي باس مرور يعني كبار خلاص أما بقى القلب المفتوه لا بيطلع القلب ويفتح القلب جوه عشان يشتغل في غرف القلب البطين أو الأزين الأعدى أو الأدنى والأوصى اليمين أو الشمال قدي القلب المفتوه بيحلوا للكسرين أن يستخدموا عبارة القلب المفتوه طيب الخطاب اللي جاي من المستشفى أو التقرير بيقول قسطرة استكشافية القسطرة دي الاستكشافية لا يمكن أن يتعدى أجرها خمس تلاف تمن تلاف سبع تلاف جنيه دون أن تعرض الأمر أو يعرض الأمر لا على لجنة علاج ولا على أي عضو مسؤول الموظف سيادته يرسل خطابا إلى المستشفى بتلاتين ألف جنيه منجيبه لا منجيب حضراتكم تلاتين ألف جنيه فيه قسطرة استكشافية ليه؟ ما حدش رجعه لأن النظام اللي ماشي في المافيا الموظفين بتدي على طول ليس هذا اتهاما لكل موظف وليس هذا اتهاما لكل محامل إنما أبين لكم فقط مثالب هذه الإجراءات التي تجري بغير النقابة رجع الأستاذ قدم تقرير تاني أو طلب تاني قال أنا وانا على غرفة العمليات على المائدة بيعملوا القسطرة الاستكشافية يوم 31 ديسمبر ليهوا إن أنا محتاج دعمات أربع دعمات برضو صح إن أنا أقول لحضراتكم إن أنا عارف الحد الأقصر للدعمات الممكن إجراءها تلاتة طبيا وعالميا غير مسموح يتعمل الأربعة غير مسموح وأن لما عمل لي جاكفا جدي في تونس في فرنسا تلات دعمات للدكتور جلال السعيد والدكتور عدل استغربه إنه عمل ثلاثة يعني قالوا دي مخطرة شديدة جدا أقصى بنعمل اتنين ثلاثة دي ستسناء كبير أمر بعدي لم يقل بهذا أحده من قبل فبيقول إنهم قالوا له هو محتاج أربع دعمات ومضو على وصل آمان هذا كلام هو قاله ماشي برضو دون عرض على لجنة طبية ودون ساد الموظف رح كاتب جواب تاني في ستة واحد بثلاثين ألف جنيه تانية مش من جيبه من جيوب عدراتكم من أموال المحامين إلى المستشفى فلما شاف ها الأستاذ عبد مجيد هارون يوم 13 يناير كتب عرض على مهالي النقيب العام ولولا هذه التأشيرة ما رأيته هذا طب أنا بقى اللي أصدرته عشان في ناس في المافيا صوتها عالي وعاوزة تلوش على الموضوع أنا لم أصادر خطابات العلاد ولا تحدست عن خطابات التحليل والأشعة التحليل والأشعة دي بر القصة خالش وكمان النقابات الفرعية بر القصة أنا القرار اللي أصدرته ليس خافيا على أحد هو أولا قاصر على خطابات العلاد إلى المستشفيات يعني واحد جاي بيقولك الديني خمسين ألف الديني تلاتين ألف أو حعمل عملية كازة أو حعمل كازة دي اسمها خطابات علاج إنما تحليل ما هوش لا يارد عليه هاس أشعة لا يارد عليه هاس وهذا واضح في صيغة القرار اللي أنا طلحته يوم الخميس خطابات العلاد وإنا ناس محامين وبنختار ألفظنا بعناية خطابات العلاد رقم اثنين لا يسري هذا على النقابات الفرعية رقم ثلاثة لا يسري على التحليل والأشعال طب هل إحنا عطلنا لا ما عطلناش ولا عطلنا عمل الموظف الزميل أو الزميلة اللي عاوز ياخد خطاب علاج مش خطاب تحليل ولا خطاب أشعة الموظف المسؤول يكتب له المعلومات المعلومات ها يقول له ده مشترك أم غير مشترك في العلاج لأن هذه المعلومة ضرورية للقرار اثنين خد قبل كده ولا ما خدش الرصيد يسمح ولا ما يسمح وبعد كده اللي حيوقع مش قوله ما حدش يوقع لا اللي حيوقع أحد أعضاء لجنة علاج مش لازم اللاجنة كلها أحد أعضاء لجنة علاج يوقع أو يوقع أي عضو وده عمالة التوضيح أول مبارح ونشرته أي عضو في المجلس إذا كان ما فيش حد من أعضاء لجنة العلاج اللي هما فوق الخمستاش إنما موظف يصرف من أموالنا ستين ألف جنيه بلا حسيب ولا رقيب هذه مسألة غاية في الخطورة أنا عاوز أقول لكم إنه الناس اللي شغالة بحقها بجد الناس اللي شهدها المحاماة على أكتافها وروحها وجاية وبترفع من شأن المحاماة والمحامي وبيجيبوا للنقابة داخل متمثل في الدمغات وفي أتعاب المحاماة التي يحكم بها وتستأديها النقابة لصالح المحامين هؤلاء ما بيجروش على وبعضهم يعني عف عن الطلب إنما أنا البعض صور لي في الـ 48 ساعة دول إنه زملائنا المحامين مش محامين ده ناس كلهم مرضى بيصوروها للموظفين والمافيا دنيا حتوقع خلي بقى لك الدنيا حتوقع الناس بتيجي بالساعة الثمانية قال هو المحامين كلهم كده بالصدفة كلهم بالصدفة تحولوا إلى مرضى رايحين يقولوا هاتوا طب ولي حيروح الساعة تسعة بالساعة الثمانية إيه اللي حيصل يعني ولو أنا في حالة أزمة ما أنا بخش المستشفى طب أنا كل اللي بيجوني هنا يعني أنا لما اتكلموا عن الأستاذ عيسى أبو عيسى بالتليفون قلت يروح على مستشفى كاسا شفويا وأمرت الأستاذ فاطمة الزهراء كلمت لمستشفى ودخلوه لما الأستاذ سيد قال عاوز أتحول من من كذا كحاضر كلم من غير لاختبط ولا حاجة وأكم بقى أنا قلت الأسماء اللي معروفة لكم أكم مما نجي إلينا فيهم وبالتليفون بندي الموافقة على إيه إذا أبو أقول الأستاذ الوحيد كلا قاعد وقال أنا باشهد على هذا ما فيش مشكلة المشكلة كلها في أن إحنا نسيب الدنيا سدح مدح وموظف يتحكم في أموالكم بهذا الأسلوب دي ما فيه خلاص وعلى الكل إن هو يبقى مقدر إن أنا بقى مش بقى أقيم عراقيل ولا بمنع العلاج ولا يمكن أنا غير قادر على هذا وغير ولست أسمح لنفسي بهذا وإنما أنا منظم المسألة بس لا أكثر ولا أقل ولا أصدر عليها اللي حيمضي وشفاويا بالتليفون يعود ورادة العلاج يا عودوا وعلى الموظف يحط المعلومات على الطلب المقدم ومن غير طلب زي ما قلت دلوقتي حينما نتلقى ما يفيد أن محامل أو محامية في أزمة سواء كورونا أو نزيف أو أي حاجة من الحاجات بنقول فورا يخش على المستجم طبعا من ضمن الحاجات اللي لازم يعني أوضحها بس كده في السكة المسائل أصلها مش سدح مداع لأنه المسألة فيها رقابة وينبغي أن تكون لأنه مش كل حاجة يعني ماشي في السكة الصح يعني على سبيل المسائل افرد المحامية عنا له أو عنا للمحامية أصابته أزمة شديدة جدا وطبعا مشروع العلاج كله قائم على تعاقدات مع مستشفيات متعاقد معها وعلى أطباء ومراكز متعاقد معها والمفترض أن يذهب المحامي والمحامية إلى المستشفى المتعاقد معها أو مركز الأشعة أو خلاف المتعاقد أو الطبيب المتعاقد معها ده المفترض إنما أبا جزما لازم المحامي يلجأ إلى مستشفى بعينه لا هنا القانون حط فقرة قال فيها المحامي والمحامية إذا عرض له ما يفقده حرية الاختيار جاءت له حالة طرق جاء له نزيف جاء له أزمة قلبية جاء له إغماء يخش أي مستشفى حتى ولو لم تكن هذه المستشفى من المستشفيات المتعاقد معها بل ونعطي أيضا لغير المشترك في العلاج إذا ما أصيب في حادث أو ما أشبه ذلك بس المسائل دي كلها منظمة بحيث يبقى تحت رئيه تحت إشراف وضبط وربط للناس اللي هما بيمثلوا حضراتكم سواء في النقابات الفرعية أو في النقابات العام لا أكثر ولا أقل فأنا أرجو إن إحنا نعطي لهذا القرار فرصته في المحافظة على أموالكم عندنا في دليل علاجه في حالة العلاج خارج المشروع يسمح به فقط في الحالات الطارئة والتي تفقد المريض حرية الاختيار الجهة العلاجية في هذه الحالة فقط يساهم المشروع برزب الـ 50% مش أنهم لحطوا ده دليل اللي قابة حطوا لحضراتكم حطيهم برضو أنا بقول ثاني وتالت ما فيش في القرار أي حاجة تمس أي حق من حقوق الزملاء والزميلات في العلاج وإنما نحن ننظم المسألة وبلا إعاقة وبلا عرقلة وبلا روتين يصدر القرار ولو شفويا شفوا بالتليفون من عضو لاجنة علاج أو من عضو مجلس أو عضوات مجلس ونحن كفيلون بهذا ولا نترك أموالنا عبثا في أيدي لا مفيا ولا بعض الموظفين الذين انحرفوا عن الجادة ليس هذا اتهاما للجميع كما قلت هناك موظفون نحن نتشرف بهم ودائما أنا أقول نحن بخير فيما يتصل بالقيد في جداود المحامين طالما قد بقي فينا الأستاذ نبيل صلاح ولا أتوقف عن الإشادة به ولا بكفاءته وإخلاصه وأتحدث عن غيره أيضا ليس كل الموظفين وليس كل المحامين وإنما أتحدث أو أتخذ احتياطات لكم فيمن يحترفون فيمن يحترفون الاستلاء على الأموال تحت بند العلاج وفيمن يساعدون على هذا لقاء جعور تعطى في الكواليس أو من وراء السطار أسأل الله سبحانه وتعالى لكم طب أنا قبل ما أنهي عاوز أقرأ لحضراتكم القرار لأنه فيه بقى واضح جدا حقرأ لحضراتكم أولا اعتبارا من اليوم الخميس الموافق واحد وعشرين لا مش ده فن أنا آسف حرجع بقى للختام وأقول لحضراتكم أن أنا أرجو لكم كل التوفيق والنجاح وكل النجاح للنقابة العامة والنقابات الفرعية التي أدعوها هي الأخرى أن تحدد هي بمعرفتها النظام الذي تتعامل به لأني لست رقيبا عليه كل نقابة فرعية لها استقلالها ولها كان لديها من تطمئني إليه فلتطمئني إلى من تراه لأن احنا كلنا نتحمل مسؤولية ما نصدره من خرارات في أموال المحامين طبتم وطاب يومكم وطاب حضركم ومستقبلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته